السلام عليكم بيوتنا لا يستقيم أمرها إلا بمدبر حكيم يدبرها والبلاد لا يستقيم أمرها إلا بمدبر حكيم يدبرها والطائرة في جو السماء لا يستقيم طيرانها إلا بمدبر حكيم يدبرها والسفينة لا تخوض أمواج البحر إلا بمدبر حكيم يدبرها فلا يتصور العقل شيئاً آبداً يستقيم نظامه إلا بمدبر حكيم يدبره لكن إذا جئنا على مستوى هذا الكون بأسره بسمائه وشمسه وقمره وكذاكبه الهائلة ومجراته العظيمة الكثيرة الكبيرة وبحاره ومحيطاته وجباله ووهاده وإنسه وجنه قلنا ليس له مدبر عليم يدبره وليس له حكيم خبير يحكم نظامه بسنته هل هذا يتصوره العقل؟ لا والله ألا فتباً لملحدة الزمان السفلة والسلام عليكم